بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم روى الترمذي أن رجلاً أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله فقال عليه الصلاة والسلام لا أدري حتى أسأل جبري شوف الأدب يا أخي يعني ما تكلم عليه الصلاة والسلام بغير علم ولا بظن قال لا أدري حتى أسأل جبريل ثم لما جاءه جبريل قال له نبي عليه الصلاة والسلام يا جبريل ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله قال جبريل لا أدري حتى أسأل ربي فلما جاءه جبريل بعد وقت قال أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها فهو عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلم حتى في شرع الله أزوجل ولا يفتي إلا بحق صلوات ربي وسلامه عليه